وفق مجلس النواب مبدئيا على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفلة كما وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشارة الدكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في بداية الجلسة تمت الموافقة على إحالة ثمانية عشر تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة كما وفق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الدولة النهاردة بتولي اهتمام غير عادي بهذه المشروعات وكذلك توجهات القيادة السياسية لما لهم دور في النهوض بالاقتصاد المصري لما لهم من توفير فرص عمل لكثير من الشباب لأن في الحقيقة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هي المشاريع اللي بيطلق عليها المشروع بجانب العمل ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي مصر والبرازيل حول منع الازدواج الضريبية على الأرباح الناتجة من النقل الجوي والاتفاق الفرعي بين مصر وكندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي كما وفق المجلس أيضاً على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري مع أمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الأمن منها بتهدف هذه الاتفاقية عموماً إلى منع الازدواج الضريبي بين الدولتين ومنع فرض ضرائب مشابهة بما يعد طبعاً التبادل التجاري والاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والبرازيل كندا دولة متقدمة عندها سيستمز متقدم جداً في زراعة وصناعة والصحة نتمنى تكون دي بداية جدة للتعاون المسمر في نقل التكنولوجيا من كندا وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع موسيقى